مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة القرانية المخروطية القرانية المخروطية طبعاً أولاً موضوع مشهور الناس كلها تسمع عنه الناس بس بتبقى الآن أنه يكون عنده قرانية مخروطية وهو مش عارف الناس كي طبعاً بيبقى الآن على أولاده أنه هو إزاي يعرف أنه ممكن إبني عنده قرانية مخروطية الأول لن يقلق مثلاً الأولاد لو ممكن ما بيكلموش ما بيشتكوش القرانية المخروطية ليها سنة في الظهور يعني فيش ده أنه إبني عنده قرانية مخروطية في سن صغير أطفال صغيرين 6 أو 7 أو 8 نادراً جداً حدوث قرانية مخروطية فيها السن بعد كده غالباً سن المراهقة ده السن الشهير لظهور القرانية المخروطية ولكن لا نستثني ظهورها كعرض والشخص يشتكي منها في أي عمر بعد كده لكن السن الأكثر شيوعاً هو اتكلمنا فيه سن المراهقة فوق 12 أو 13 سنة لحد العشرين ده سن نشاط معروف جداً للقرانية المخروطية أعرضها إيه؟ أعرضها في البداية بيكون الشخص بيبدأ يشكو من عدم اتضاح الرؤية بصورة زي قبل كده صداع مع استخدام خاصة قراءة تركيز في أي شيء يبتدي الإنسان يشعر بصداع المجموعة لكن القصة خلينا نقول القصة الأكثر شيوعاً والأكثر نمطية هي أن أنا كواحدة أكون بلبس نضارة ويكون عندي أستيجماتيزم أو انحراف بعض الناس بتسميه انحراف والمقاس بيتغير يعني ابني مثلاً عنده عشر سنين لابس نضارة وبعد كده بعد ستة شهور اشتاك أنهم مش شايف كويس أو أنا بعمل له لقيت يعني فحص دوري لقيت أن المقاس اتغير تغير المقاس ده يجب ألا أخذه بصورة هيينة خاصة لو كان في الأستيجماتيزم أو انحراف زاد أو تغير اتجاهه لابد أن أنا أستشير حد متخصص في القرانية ليه الدكتور حيشوف ويقيم الحالة وقد يحتاج أو ينصح بعمل فحص اسمه تصوير للقرانية يبين أي بداية للقرانية المخروطية وبعد كده تكون المتابعة حتى لو ملقناش حتكون ملقناش فيها أي مشكلة في القرانية حيكون التصوير ده باقي لنا كمرجعية في حين أي تغير بعد كده نقدر نلجع له ونبص فيه هل في حصل تغيير أو لا مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة